على طريقتي فرح وسرور لا يهمهم هم ولا يغمهم غم مهما جرى وصار وكأن الإنسان آلة من مصنوعات أمريكا مثلا تدار بكبسة زر أقول في بلاد العمسام حيث يصنعون حتى العواطف والانفعالات والحالات كما يصنعون اللولب والدولاب وصابون الحلاقة وزع أحد تجار الأسلحة وقته توزيعا بزنسيا نسبة إلى بزنس وكأنه آلة مصنوعة وفق الطلب على الصورة التالية في الساعة السابعة صباحا أصحوا من النوم من الساعة السابعة وعشر دقائق حتى الثامنة فترة ضحك وفرح ومرح من الثامنة حتى الثانية عشر ظهرا بزنس وبيع أسلحة من الثانية عشر إلى الثالثة بعد الظهر مراجعة حسابات من الثالثة حتى الرابع والنصف ضحك وانشراح وفرح وسرور من الرابع ونصف حتى السابعة اطلاع على آخر الإعلانات في الصحف والتلفزيون من السابعة حتى التاسعة مشاهدة أفلام المقارعة والمصارعة والتسابق بالسيارات فورميلة ون من التاسعة حتى العاشرة ضحك وسرور وانشراح بكمية أكبر من كمية الضحك والانشراح التي حصلت في الصباح لأن الانبساط والسرور في هذه الفترة أنفع للإنسان كما يقول الدكتور براون ولكن كيف يضحك هذا البزنس الأمريكاني وكيف يفرح وينشرح بناء على قرار اتخذه بهذا الشأن استجابة لنصيحة الدكتور براون في الأوقات المخصصة للضحك والانشراح إذا قلت له إن الجو صاحن والسماء الصافية فقع من الضحك وإذا قلت له إن الجو غائم وقد يهطل المطر بعد حين قهقها وبالغ في القهقها ورجع وأعاد وإذا أخبرته بأنك تفضل الهوت دوغ على الهامبرغير ضحك ملء شتقيه وفحص الأرض بقدميه واستطاره الفرح وإذا سألته عن الموعد الذي يمشي فيه القطار من النورك إلى تكساس أو لاس فيغاس راح يميد من الطرب وطار فؤاده فرحا وإذا سمع أن قنبلة سقطت على قرية فقيرة في بعض أقاليم الأرض فقتلت ألف إنسان دفعة واحدة أو أن الإعصار الأخير في بلاده قد أودى بحياة الألوف من الخلق في ساعات قليلة ضحك وشهق ونهق وأغرب في الضحك والشهيق والنهيق واستلقى على قفاه ودمعت عيناه من شدة الفرح وفرط الإنشرح ويظل صاحبنا على هذه الحال إلى أن تنتهي الفترة المخصصة للضحك والفرح فعند ذاك لا يضحكه شيء في الدنيا ولو أضحك الخلق جميعا وختاما أقول هذه الدعوة السطعية المفتعلة إلى الإنشراح الدائم في كل ظرف وكل حال ومهما جرى وصار هي حرب دائمة على الذوق والصدق والبساطة والعفوية والطبيعة ونواميسها وعلى الإنسان ومعناه فيا أيها الشعارير والزمامير والزرازير مؤلفي وملحني ومغني هذه النصائح بهذه الرندوحات البدائية التي تسمونها أغاني كفوا عن هذا الافتعال وتركوا الطبيعة تجري في مجاريها فهي أعلم وأحكم وأصدق وأذوق واكتفوا أنتم بمشاهدة البقرة الفقعانة من الضحك المرسومة على المعلبات التي تأكلونها كنا مع جورج الداق على طريقته ترجمة نانسي قنقر